اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك وابرة رقم خمسة مليمتر تقدروا تشتغلوا باي نوع خيط يكون مناسب مع الابرة المناسبة لي وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بيها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات تكبروا او تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها هبدأ بسم الله هبدأ باللون الاخضر هشتغل المقلامة عرضها خمسة وعشرين سانتي وارتفاعها اتناشر سانتي بسيب حوالي خمسة وعشرين سانتي من الخيط وبعمل عقدة البداية وهشتغل ستة وعشرين سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سانتي اشتغل الستة وعشرين سلسلة مقاسهم واحد وعشرين سانتي بالضغط بعد كده بارتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها وبسيبها وبرجع على السلاسل اللي قبلها وباشتغل غرز حشو باخد طرف الخيط بتاع البداية وباشتغل عليه الجنب الاول باشتغل عليه غرز الحشو في الجنب الاول معايا لفة على الابرة بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في منتصف حرف ال V تحت اللفة الخلفية ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبسحب الخيط بقى معايا لفتين على الابرة بسحب وبطلع من اللفتين دي تريد غرزة الحشو بحط علامة في اول غرزة عشان اعرف بداية الشغل ونهايته او بداية السطر ونهايته لانها اشتغل بشكل حلزوني داير ميدور من غير مقفل بمنزلكة ولا ارتفع اي ارتفاع بعد كده بكمل على كل السلاسل كل سلسلة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة لحد ما وصل عند اخر سلسلة بدخل في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبشتغل غرز الحشو ترجمة نانسي قنقر ووصلت اخر سلسلة هشتغل فيها تلت غرز حشو مع بعض قبل ما اكمل شغل بسحب طرف الخيط بتاع البداية عشان اريحه تحت الغرز وبقص الجزء الزيادة بعد كده بلقف الشغل وهارجع على الجنب التاني من سلسلة البداية وهشتغل قصاد كل غرزة غرزة واحدة وهشتغل تحت طرفين من سلسلة البداية الطرفين اللي انا سبتوهم بدخل هنا مع الغرزة دي في نفس المكان تحت لفتين من الخيط وبشتغل غرزة الغرزة اللي بعدها زي ما اشتغلت الجنب الاول على طرفين من الخيط هشتغل الجنب التاني على طرفين من الخيط عشان شكل الغرز يبقى زي بعضه هكمل في كل غرزة غرزة لحد ما وصل عند اول غرزة انا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة ووصلت عند اول غرزة انا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة هشتغل معاها في نفس المكان غرزتين حشو عشان اكملهم ثلاثة كده انا خلصت السطر الاول اشتغلت اربعة وخمسين غرزة حشو اشتغلت هنا ثلاث غرز مع بعض وهنا ثلاثة اول غرزة اللي انا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة وارجعت اكملت معاها كمان غرزتين وعندي في الجنب الاول اربعة وعشرين غرزة وقصدهم في الجنب التاني اربعة وعشرين غرزة يبقى عدد الغرز اربعة وخمسين غرزة حشو بعد كده هبدأ السطر التاني بشيل العلامة من اول غرزة. ومن غير ما اقفل بمنزلكة زي ما اتفقنا. بدخل في الغرزة كلها تحت الحلقتين تحت حرف ال V. وباسحب الخيط وبشتغل اول غرزة في السطر التاني. وبحط العلامة مكانها في الغرزة الاولى. وهرتفع على الشغل بتاعي. وهرتفع بالشغل بتاعي على الاربعة وخمسين غرزة من غير اي تناقص او تزايد. بشتغل في كل غرزة وغرزة واحدة. هشتغل معاكم السطر التاني كمان. بشتغل في كل غرزة وغرزة واحدة لحد ما وصل لاخر السطر التاني. عند العلامة. وصلت اخر السطر التاني واشتغلت اخر غرزة. بازبط القاعدة بتاعت المقلمة بقلبها كده. ده هيكون الشغل من الخارج وده من الداخل. زي ما انتم شايفين. كده انا اشتغلت سطرين. هشتغل كمان تلت سطور عشان اكملهم خمس سطور. باللون الاخضر. بشيل العلامة من الغرزة الاولى. وهبدأ السطر التالت. بشتغل اول غرزة في السطر التالت وبحط العلامة. وبشتغل في كل غرزة غرزة. لحد ما وصل اخر السطر بشيل العلامة. وبشتغل مكانها اول غرزة في السطر الرابع وهكزا. وبانقل العلامة معي في كل سطر بشتغله. هرتفع كمان ثلاث سطور عشان اكملهم خمس سطور باللون الاخضر. بعد ما كملتهم خمس سطور على الاربع وخمسين غرزة. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين. هقول لكم قاسهم كام سانتي. خمسة سانتي بالزبط. بعد جده هجيب الخيط الابيض وهنبدأ نبدل الالوان. بفك اخر غرزة انا اشتغلتها. وبسحب اللون الاخضر. بقى معي لفتين على الابرة. بسحب اللون الابيض وبسيب مسافة حوالي خمسة وعشرين سانتي من اللون الابيض. في بداية الخيط. وبسحب اللون الابيض من الغرزة الاخيرة. يخلي بالنا. كده انا كملت الغرزة الاخيرة باللون الابيض. بشيلي العلامة من اول غرزة. وهكمل باللون الابيض بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. باخد معي طرف الخيط الابيض او الاخضر اي طرف من الاتنين. خلي الابيض وهاخد اللون الاخضر. وبشتغل على كل غرزة غرزة. بشتغل على لون الاخضر في الجنب ده. وعلى اللون الابيض في الجنب التاني. انا اشتركوا في القناة. وصلت اخر غرزة عند العلامة. هبدأ السطر الجديد. بشيلي العلامة من اول غرزة. وبشتغل اول غرزة في السطر الجديد. وبحط العلامة مكانها. وبكمل بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. لحد ما وصل لاخر السطر بشيلي العلامة وبشتغل مكانها اول غرزة في السطر الجديد وهكزا. وبارتفع بالشغل بتاعي. بشكل حلزوني داير ميدور من غير مقفل بمنزلقة. بارتفع باللون الابيض لحد ما وصل لمقاس اتناشر سنتي اللي هو مقاس ارتفاع المقلمة. اشتغلت تمن سطور باللون الابيض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. لحد ما وصلت بارتفاع المقلمة لاتناشر سنتي. يبقى كده عدد السطور كلها تلاتتاشر سطر. اتناشر سنتي بالزبط. طبعا لازم اوقف شغل في الجنب اللي فيه العلامة. عشان عدد السطور في الجنب الامامي يبقى متساوي مع عدد السطور في الجنب الخلفي. ده شكل المقلمة من الداخل شكلها جميل جدا. بعد كده هشتغل سطر من غرز المنزلقة على الفتحة كلها. بشيلي العلامة من اول غرزة. بدخل في الغرزة كلها تحت حرف الفي تحت الحلقتين. وباسحب الخيط وبعد كده باسحبه من اللفة اللي على الابرة. وبكرر على كل الغرز. ده شكل غرزة المنزلقة شكلها جميل جدا بنبروز بيها الشغل بتاعنا بتبقى في الشغل من الامام وبتدي سمك للسطر الاخير بتخليه عريض شوية. هكمل على كل غرزة غرزة منزلقة لحد ما وصل لآخر السطر. اشتركوا في القناة بعمل عقدة بداية وهشتغل خمس سلاسل زائد سلسلة ارتفاع. باسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على الخمس سلاسل وباشتغل غرز حشو بنفس الطريقة اللي اشتغلت بها القاعدة بتاعت المقلمة. بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اللي قبلها تحت حرف الفي في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وباشتغل غرزة حشو. في السلسلة الاخيرة باشتغل تلت غرز حشو. بلف على الجنب التاني وباشتغل في كل غرزة غرزة. وهنا مع اول غرزة انا بدأت بيها باشتغل غرزتين حشو. عشان اكملهم تلاتة. كده انا خلصت السطر الاول. اشتغلت اتناشر غرزة حشو. بسحب طرف الخيط بتاع البداية. وباقص الجزء الزيادة. بعد كده ببدأ السطر التاني مباشرة من غير مقفل بمنزلقة. هشتغل في اول غرزة غرزتين. بعد كده باشتغل تلت غرز حشو في المنتصف. وصلت عند الثلت غرز اللي هنا باشتغل في كل غرزة غرزتين حشو. بلف على الجنب التاني باشتغل تلت غرز حشو في المنتصف. وصلت اخر غرزتين في السطر باشتغل في كل غرزة غرزتين. بقفل السطر بمنزلقة في اول غرزة انا بدأت بها. وهقص الخيط وهسيب حوالي خمسين سنطر من الخيط. وبسحب الخيط من اخر غرزة. وبدخل هنا في الغرزة التانية. بسحبه من تحت حرف الفي. وبرجع الاخر غرزة وبسحبه من منتصف حرف الفي. كده انا اشتغلت الشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بقدم ابرة التنظيف. ترجمة نانسي قنقر كده انا عملت الفيونكا وسبت طرف الخيط عشان اخيط بيه. بخليها على جنب وهاشتغل العيون. بجيب خيط رفيع اسود. خيط صوف او خيط قطن اي بواقي خيوط متوفرة عندكم. وبمع ابرة مناسبة لها. وبشتغل دايرة سحرية. بارتفع سلسلة وهاشتغل داخل الدايرة ست غرز حشو. بسحب طرف الخيط وبقفل الدايرة كويس جدا. وبقفل اول سطر بمنزلقة. فاول غرزة انا بدأت بيها. كده انا اشتغلت داخل الدايرة السحرية ست غرز حشو. بارتفع سلسلة وبشتغل السطر التاني كله تزايد يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين. هيبقى معي اتناشر غرزة في اخر السطر. كده انا اشتغلت السطر التاني اتناشر غرزة بقفل بمنزلقة. بسيب المنزلقة بتاعة السطر الاول مليش دعوة بيها والارتفاع بتاع السطر التاني وبادخل في اول غرزة في السطر التاني وبقفل السطر بمنزلقة. بعد كده بقص الخيط وبنضف الخيط الزيادة. انا اشتغلت اتنين بنفس الطريقة. وقصت الخيط ونضفته. اشتغلت اتنين اشتغلت اتنين اشتغلت اتنين طبعا طالما خيطنا الاجزاء الخارجية هيبقى فيه خيط جوه داخل المقلمة. فالافضل ان احنا نعملها بطانع عشان ما تبقاش الخيط بينا. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبك وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكو الفيديو عملولوا لايك وشير. واكتبوا لي في التعليقات رأيوكو ايه في المقلمة وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.